لأنه ينضم إلينا من عمان سيد حمدى فرعنا الكاتب والبحث سياسي سيد حمدى أهلا بك على شاشة الغد وريد أن أبدأ معك من تصويت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار انصغطه الجزائر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية في المقابل نائب السفير الأمريكيين صحة تعبير لدى الأمم المتحدة روبرت وود قال إن النص هذا النص الجزائري غير مقبول نعم بداية يجب أن يكون واضح وأنتم في طليعة الشاشات التي تهتم بما يجري في فلسطين وحول فلسطين وتداعيات الموضوع الفلسطيني يجب أن يكون واضح أن النضال الفلسطيني على الأرض سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس أو حتى في مناطق الثماني وعربين بوسائل مدنية سلمية ديمقراطية هذا النضال يوازيه الآن فتح أبواب العمل السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي ولذلك محكمة الجناية الدولية هي أحد المنابر يجب أن نتذكر أن محكمة العدلة الدولية بعام 2004 صدرت رأي استشاري بشأن الجدار العازل ولكن مع الأسف الأمريكيون خدعوا القيادة الفلسطينية التي لم تواصل طريقها في ذلك الوقت لأنها فتحت أبواب التفاوض وبالتالي اعتبروا أنه يعني يمكن عبر المفاوضات يكون هناك إنجازات أكثر مما من القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ولكن أيضا فلسطين في عام 22 تقدمت عبر الجمعية العامة واتخذت قرار وهذا القرار الآن هو الذي سيكون مضمون الرأي الاستشاري الجديد من محكمة العدل الدولية وبالتالي الآن أيضا هناك محكمة الجناية الدولية ويجب أن لا ننسى إطلاقا مؤسسات حقوق الإنسان بدءا بهيوماند رايتس ووتش الأمريكية وأمنيستي البريطانية وحتى بتسيلم الإسرائيلية ولجان حقوق الإنسان هذه عنوين لنضالات سياسية دبلوماسية يجب مواصلة العمل من خلالها وفي طارها الآن فيما يتعلق بالأم المتحدة هناك الجمعية العامة اليونسكو وأيضا مجلس الأمن هلأ في مجلس الأمن الذي يحكم قرارات مجلس الأمن مع الأسف هم البلدان الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن ولذلك القرار الجزائري المبادرة الجزائرية تستحق الاحترام حتى ولو لم تحظى بموافقة أمريكية ولكن عرض القرار مشروع القرار على مجلس الأمن وأن يحظى ب10, 12, 13, 14 دولة هذا شيء إيجابي حتى لو اتخذ قرار من قبل سيد حمالة ربما إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو يعني هذا يدل أو يعني أو ربما يفند التصريحات الأمريكية حول ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب وأغراض إنسانية وضرورة إبرام صفقات ما بين حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية ككل مع الجانب الإسرائيلي والتي استمعنا إليها مؤخرا سواء من قبل بايدن أو من قبل المسؤولين في البيت الأبيض نعم هذا إضافة يعني مشروع هذا القرار واتخاذ قرار الفيتو بحقه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذا يشكل أداة تعرية ومرأة لكشف حقيقة الموقفين الأمريكي المنحاز للمستعمرة الإسرائيلية وأيضا يجب أن يكون واضح إذا كان الانحياز الأمريكي الأعمى لدعم المستعمرة الإسرائيلية دعنا أيضا نختبر الموقفين البريطاني والفرنسي وبالتالي هناك اهتمام كبير يجب أن نراقبه ونتابعه خاصة أن التصريحات البريطانية الفرنسية تسير بشكل تدريجي بشكل بطيء بهذا الاتجاه الإيجابي ولذلك يعني هذا تعرية للموقف الأمريكي التي تسعى من خلالها إدارة بايدن لخلق حالة من الرشوة للانتخابات الداخلية الأمريكية هناك ضغوط فلسطينية عربية إفريقية إسلامية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية قادة هذه الجاليات وأتحدث هنا بكلام رسمي ومسؤول ومعلومات استقيتها من قادة هؤلاء من قادة الجاليات أنهم أبلغوا الحزب الديمقراطي أنهم لن يضعوا ورقة وأغلبيتهم الحزب الديمقراطي لن يضعوا ورقة تؤيد انتخاب الرئيس بايدن وهذا يعني خلق له حالة من القلق ومن هنا هو يحاول التوازن في هذا الموضوع ولكن حتى ولو كان كذلك لكن يجب أن نعود للموقفين البريطاني والفرنسي ذلك أن الرهان الفلسطيني والعربي هو أن تجري تغييرات مهما كانت بطيئة مهما كانت تراكمية مهما كانت إيجابية لأن هناك معركة مفتوحة بس دقيقة ما هو المطلوب؟ هناك معركة مفتوحة من ت... عفوا؟ ما هو المطلوب فلسطينيا الآن على المستوى السياسي أسمعك سيد حماده ولكن أسألك حول المطلوب سياسيا الآن من الجانب الفلسطيني نعم أقول سياسيا يعني أرجوك من 29-11-2012 هناك معركة مفتوحة لنقل نوعية الاعتراف الأمم التحدة بالدولة الفلسطينية الجمعية العامة في ذلك الوقت 138 صوت أخذت قرار أن تكون فلسطين دولة مراقب ولكن حتى تكون دولة عامل تحتاج لتسع أصوات حتى يتم قبول الطلب في مجلس الأمن وأن يجري التصويت في مجلس الأمن على قبولها كطرف عامل كدولة عامل ولذلك الآن هناك للفلسطينيين 8 أصوات فقط ومن هنا فهم يحتاجون أولاً لتسعة أصوات وبالتالي يمكن بريطانيا وفرنسا تشكلاني هذا المطلب ولكن تبقى التصويت إذا قبلوا الطلب بموافقة تسع أعضاء يكون الطلب معروضاً على مجلس الأمن لذلك هناك معركة في هذا الاتجاه ولكن الآن هذه المعركة التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني من خيرة أولاده وبناته ونساؤه في قطاع غزة لا شك أنها قدمت رغم هذه التضحيات الكبيرة ولكنها قدمت خدمة استراتيجية لقضية الشعب الفلسطيني ومن هنا كما قلت هذا هو التحدي الذي يواجه هذه الأطراف التي تدعي أنها بدأت تتعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية عظيم طيب بالانتقال إلى التطورات الميدانية سيد حمادة برأيكم إلى ماذا تشير؟ يعني ما هو القادم؟ يعني هناك تلويح إسرائيلي بشنة عملية على رفح هذه المحافظة الجنوبية التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني من المناطق الشمالية لقطاع غزة ما هو القادم برأيكم؟ نعم حينما ندقق بكل الممارسات والأفعال والجرائم التي ارتكبت من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر كانت تستهدف المدنيين الفلسطينيين ولذلك هذا الإسرار من قبل حكومة المستعمرة بمواصلة عمليات الاجتياح يدلل على أنها لا يوجد طرف حقيقي جدي ملموس يردع خطوات المستعمرة خاصة أن حكومتها أخذت قرار بعملية الاجتياح وأخذت القرار خلال أسبوعين ولذلك مع الأسف بكل مرارة لا توجد عوامل ضاغطة حقيقية ملموسة يمكن أن تشكل حالة ردع وتراجع في مواجهة برنامج المستعمرة في عملية الاجتياح لأن هناك عوامل هي التي تدفع المستعمرة لاتخاذ هذا القرار العامل الأول هو العامل الأناني الضيق من قبل نتنياه وفريقه لأنهم فشلوا منذ 7 أكتوبر في تحقيق أي إنجاز حقيقي ملموس يمكن أن يتباهوا به أمام المجتمع الإسرائيلي ذلك أن الصدمة المفاجئة كانت ب7 أكتوبر والإخفاق والفشل بعد 7 أكتوبر ولذلك هذا العامل الأول العامل الثاني أن الفريق الذي يحكم الآن المستعمرة ونتنياه وفريقهم أسرى لهذا الفريق المتطرف بين غفير وسومتريتش يريدون التخلص من الديمغرافية الفلسطينية يريدون التخلص من الأغلبية الفلسطينية ولذلك هذا عامل آخر يجب أن ندركه أن المعركة في قطاع غزة لا تقتصر على محاولات اشتثاث المقاومة أو قتل المقاومة واغتيال المقاومة بل هم يريدون التخلص من العامل الديمغرافي بعد أن تمكنوا من تشريد وطرد وترحيل الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى الجنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر